السلام البنات كديري لابس عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد قبل ما نبدأ هذا الفيديو كان بغي نشكركم على الدعم ديالكم للقناة شكرا على اللايكات ديالكم وعلى الحب ديالكم شكرا لكم وانتمنى لكل سيدة درية صالحة في القريب ان شاء الله وتفرحونا جميع بطبيعة الحال كان بغي نبارك لكل سيدة كانت حاملة اخدت وصفة من القناة وكانت سبب في الحمل ديالها او استمعت النصيحة من النصائح اللي كان قدم وكانت يعني لها الفضل من بعض الله بطبيعة الحال في الحمل ديالها كان نوجه لهم تحية من هاد المنبر وكانت منى لجميع السيدات اللي مازال كينتاظروا معنا تهو مار بيرزقهم في القريب ان شاء الله باش نفرحو جميع في هاد القناة اكيد ان كل سيدة طيلة الشهر كتبقى منتاظرة هاد اليوم هادا باش تعرف هواش البويضة لقحات اولا لا كيفاش انها تمكن من معرفة ان البويضة تلقحت وحدت الحمل كل هاد الاسئلة هدي كالدورف ديهن كل سيدة منتظرة متشوقة وكتبغي تعرف الاجابة على هذا السؤال بطبيعة الحال انه سؤال مهم والاجابة عليه كتبغي دقة اكتر باش هكت تعرف السيدة شنه هو الجواب الشافي على هذا السؤال اكيد انه من الممكن ان تظهر الكثير من العلامات على المرأة في حال انفجار البويضة والتلقيح ومن بين الاعراض التي تحدث للمرأة وتتأكد من خلالها ان البويضة تلقحت فهي على النحو التالي اولا من الممكن ان تلاحظ المرأة نزول بضع قطرات من الدماء والذي يعرف تحت مسمى نزيف الانغراس كما يعاني البعض من السيدات من حدوث ألم شديد في منطقة الرحم تعرض كذلك الى الغتيان مع الرغبة الشديدة في التقيؤ من بين العلامات لتلقيح البويضة وحدوث الحمل ألم في التديين مع تغيير واضح في الحجم بطبيعة الحال كل هذه المسائل اللي سنقول لكم ماشي ضروري تبنى عندك كلها ممكن تبنى عندك بعض هذه الأعراض وممكن تبنى عندك ما تبنى عندك هذه الأعراض على حسب الجسم ديالك على حسب الهرمونات ديالك على حسب تركيز هرمون الحمل عندك في الجسم كلما كان تركيز هرمون الحمل أعلى كلما حست السيدة بجميع هذه الأعراض بل وأكثر يعني ممكن السيدة تعاني من الرغبة في التقيؤ بصفة متكررة الأمر اللي ممكن يزعجها في الحياة ديالها اليومية ويجعلها أنها يعني متعبة مرهقة كل هاد الامور كتختلف على حسب تركيز هرمون الحمل هذا لا يعني كذلك ان السيدة اللي ما كيحسوش بهاد الاعراض ان الحمل ديالهم في خطر لا هاد الامر غير صحيح بل ان السيدة اللي يعني التركيبة دي الجسم ديالها كتتعطيها هاد الاحساس بيعني هاد الاشياء اللي اذكرنا الاعراض كلها كتجيها وسيدة اخرى ممكن يستمر عندها الحمل بشكل طبيعي وبصورة طبيعية وهي من المحدودات بان ما كيجيوهاش هاد الاعراض اللي كتكون شديدة اللي كتحس بها اغلب السيدات كيجوني في التعليق بعض السيدات كيسولوا واشي لما اظهروش عندي الاعراض ديال الحمل يعني من هاد الاشياء هادي الوحم كل هاد الامور واش الحمل ديالي في صحة جيدة اكيد ان الحمل ديالك في صحة جيدة وضروري خدستكتراق بالحمل ديالك عند الطبيب المعالج هو اللي غادي يراقب لك الحمل بالصنار واش كي يلكيز بالحمل واش كي ينبضي الجنين كل هاد الامور غادي تعرفها عند الطبيب المعالج هو اللي غاي اكد لك صحة الحمل ديالك السيدات كذلك اللي عندهم دورة شهرية منتظمة فان الامر بسيط للغاية بالنسبة اليها يعني هاد السيدة هادي اللي عندها دورة شهرية منتظمة مضبوطة كتجيها كل 28 يوم او كل 30 يوماً غادي تم حساب ايام الابادة منذ اليوم الاول لنزول الدورة الشهرية وتنتهي ايام الابادة مع اليوم الخامس عشر او السادس عشر من اليوم الاول لنزول الدورة بشكل عام بالنسبة لهاد السيدات ممكن تحسب بعشرة ايام من بعد يوم الابادة يعني سيدة عندها دورة شهرية 30 يوماً يوم الابادة ممكن يكون في اليوم الخامس عشر اذا كنت هناك على قفة غادي تحسب عشرة ايام من بعد اليوم الخامس عشر يعني غادي تجيه في اليوم الخامس والعشرون من الدورة من اول يوم للدورة ستقدر تجاهد الإفرازات ستكون بأنها دليل على تلقيح البويضة ونجاح عملية التخصيب ألم كذلك في منطقة الرحم هذا الألم ممكن لا يترافق مع نزول الدورة يعني من اليوم المحتمل لنزول الدورة ممكن يجي الألم قبل نزول الدورة بأربعة أو سبعة أيام ويكون دليل على انغراس البويضة ودليل على نجاح تخصيب البويضة بالإضافة إلى التعب والإرهاق وعدم القدرة على القيام بالكثير من الأعمال المعتاد عليها بطبع الحال تورف منطقة التدي مع الشعور بالتعب كل هذه الأمور ممكن أنها تباني عند السيدة لحدثات عندها الإبادة بشكل جيد والذي نجحت هذه البويضة في النزول إلى الرحم وفي التعشيش وبالتالي سيستمر إن شاء الله هذا الحمل 9 أشهر وغيكون هذا الحمل هذا إن شاء الله غديبان عند السيدة في هذه الأيام التي تكون قبل نزول الدورة بطبيعة الحال في الأيام التي تلي أيام الإبادة يعني انطلاقا من اليوم السادس عشر من نزول الدورة السيدة خاصة ضروري تلتزم بالراحة يعني تقوم بالأشياء البسيطة في المنزل ديالها تحاول أنها متعبش راسها بزاف ما تهيش الأتقال ما تشربش المشروبات الساخنة لتتبيت هذه البويضة الملقحة في جدال الرحم باش يبقى الحمل مستمر طيلة هذه الأشهر الحارجة اللي كتكون ثلاثة أشهر الأولى باش يبقى الحمل ثابت بإذن الله بطبيعة الحال أول ما تتأكد السيدة من هذه الأعراض وتحس بأنها أعراض غير معتادة تحاول أنها تقوم أولا بفحص البول المنزلي يعني اختبار البول المنزلي للحمل هو اللي ممكن أنه يأكد لها الحمل ديالها بعد تأخر الدورة الشهرية بأربعة أيام فما فوقي يعني من الأحسن ما تحاولش السيدة تقوم بهذا الاختبار قبل تأخر الدورة غادي كل الاختبار خاطئ وما غايعطيش النتيجة الصحيحة وبالتالي السيدة ممكن تكون حامل ويعطيها الاختبار سلبي والتعرض للإحباط والقلق حاولي أنك ديما في هذا الاختبار يعني تأخري الوقت وعدد ديره باش يعطي النتيجة الصحيحة باش تأكدي يعني من هذا الحمل ديالك إن شاء الله بطبيعة الحال يتم ذلك عن طريق أخذ عينة من بول الصباح الخاص بالسيدة بالاستعانة بشريط اختبار الحمل المنزلي المتوفر في الصيدليات يتم وضعه في البول لمدة خمسة دقائق تعليمات الاستخدام وطريقة قراءة النتيجة دائما تكون مذكورة بوضوح داخل النشرة الخاصة بشريط الاختبار ثانيا إلا ظهرت عندك خطوط يعني خطين باللون الأحمر تأكدي بأنه عندك الحمل كيكون الاختبار موجد هنا غادي تقومي بواحد الاختبار آخر وخصوصا السيدات اللي كيظهر عندهم الخط الثاني فاتح يعني ممكن يظهر عندك الخط الأول غامق والخط الثاني فاتح هناك تقدر تكون السيدة حامل والحمل في البداية دياله فهناك يعطي وحد الخط باهت أو أن السيدة ما قمتش بالاختبار في بول الصباح يعني كيكون أضبط وأضق بكثير من يعني إلى جريتي الاختبار في اليوم في وسط اليوم ثانيا إلا كان هذا الاختبار كي يعني بأنه عندك الخط الثاني باهت غادي تحب السيدة أنها تأكد من حدود الحمل يعني غايبقى للبال ديالها مشوش ما غاديش تعرف واش كي نحمل ولا لا هنا غادي نبغي نسحك أنك تقوم بفحص الدم فحص الدم هو الفحص الأضق والأضمن حيث يقوم هذا التحليل بالكشف والتأكد من هرمون الحمل في الدم لهذا فإن نتائجه هي التي يعتمد عليها الطبيب خاصة يعني السيدات اللي مك يعرفوش يجريوا الاختبار الأول حاولوا أنكم توجهوا يعني مباشرة للمختبر وإجراء هذا الاختبار ديال الدم ويكون أضق بكثير وممكن السيدة بمجرد تأخر عليها الدورة يوما ممكن تقوم بهذا الاختبار بكل سهولة ثالثا من بعد مجرد اختبار الدم وتضح أنك حامل حاول أنك توجهي الطبيب وتقوم بالفحص عن طريق الموجات فوق الصوتية هذا الفحص معروف تبيا بالصنار يتم عمل هذا الفحص بعد مرور 6 أو 7 أسابيع تقريبا من موعد انقطاع الدورة الشهرية يعني هذا السؤال تهوكي جيف تعالق بعد 6 أو 7 أسابيع من آخر دورة شهرية ستقوم بهذا الصنار باش تأكدي من الحمل ديالك والصحة دياله وهذا الفحص هذا كي يأكد لك وجود الحمل وكي يأكد لك كذلك وضعية الحمل صحة الجنين ومراحل النمو الطبيعية له كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى لإعجاب ديالكم إذا عجبكم بطبيعة الحال دعموني بواحد اللايك وكذلك اشتراك في القناة خلوني تعليق أسفل فيديو على أي سؤال إلى اللقاء مع فيديو جديد